اهلا احبائنا مشاهدينا في كل مكان مازال حديثنا عن الروح القدس واليوم انا عاوز اتكلم عن حلول الروح القدس في يوم الخمسين رح اقرأ بعض الايات من سفر اعمال الرسل ويسمى ايضا اعمال الروح القدس اصحاح اتنين ولما حضر يوم الخمسين كان الجميع معا بنفس واحدة وصار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين وظهرت لهم السنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم وامتلأ الجميع من الروح القدس وابتدأوا يتكلمون بألسنة اخرى كما اعطاهم الروح ان ينطقوا حبائي هذا اليوم يوم خاص في تاريخ الكنيسة انا اتكلمت عن يوم الخمسين في العهد القديم يوم الخمسين هو بكل بساطة هو تسعة واربعين يوم واليوم التاني اللي بعد الفصح بيصير خمسين يعني خمسين يوم بعد الفصح في هذا اليوم يوم خاص واحد من الاعياد الرئيسية الرسمية لازم كل الذكور يمتثلوا يعني يكونوا امام الرب يوم عبادة ويوم تقديم ذبائح طبعا هذا اليوم يعني ملشة تذكار مثل عيد المزال سكناهم في البرية او عيد الفصح خروف الفصح اللي بعد خروجهم او خلال خروجهم من مصر لكن هذا العيد هو عيد الخمسين او بيسمى عيد الاسابيع يعني سبع اسابيع بعد الفصح تاني يوم الفصح بيكون يوم خمسين في هذا اليوم مثل ما ذكرت كل الذكور لازم يكونوا في الهيكل امام الرب وهذا اليوم هو يوم فرح يوم ابتهاج يوم عيد يسمى عيد الاسابيع يسمى يوم الخمسين يسمى عيد الحصاد اللي هو عيد الشكر بيشكروا الله على كل الغلات والحصاد الحبوب اللي بيحصدوها يسمى ايضا يوم الباكورة وفي هذا اليوم بقد مرغفين من الخبز غير عن الخبز اللي بعيد الفصح اللي بيكون ما فيوش خمير في هذا اليوم بقد مرغفين واعتقد فيه عشر انواع من الذبائح في هذا اليوم يوم خاص ومميز لكن اهمية العيد اللي صار بالنسبة لليهود بحسب التقليد اليهودي بيقامنوا ان الشريعة ان موس اعطاها الرب لموسى على جبل سيناء في اليوم الخمسين وهذا بتشوفوا طبعا بسفر الخروج اصحاح تسعة عشر وما بعد لكن هذا اليوم اتنبأ عنه يسوع المسيح قال ابني كنيستي وابواب الجحيم لن تقوى عليها وفعلا مثل ما اسمعت مثل ما قرأت انه يسوع كمان ايضا قال للتلميذ ان يمكثوا في اورشاليم الى ان يلبسوا قوة من الاعالي ثم قال لكنكم ستنالون قوة متحل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهود في اورشاليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى اقصى الارض وفعلا رجعوا ل اورشاليم الى العلية وفي العلية يعني منشوف عدة امور اللي اولا كان فيه انتظار بس هذا الانتظار بتوقع بتواضع بانكسار شئتان منشوف وحدة المؤمنين كل المؤمنين كانوا مجتمعين بنفس واحدة بروح واحدة احبائي مثل ما بقول بنفس واحدة وبنفس الوقت كان فيه اجتماع صلاة هو كان فيه اجتماع عمل اختاروا تلميذ بدل يهوذة الاسخريوطة متياس بس كمان كان اجتماع الصلاة الصلاة المغيرة الصلاة المؤثرة وهم يصلون وفي حالة الصلاة انسكب الروح حل الروح القدس عليهم كان المجتمعين مئة وعشرين شخص وبعدين بقول في اقصحة اتنين في الاية اربعة وامتلأ الجميع من الروح القدس وابتدأوا يتكلمون بألسنة اخرى كما اعطاهم الروح ان ينطقوا فاذا هذا اليوم يوم الخمسين هو خمسين يوم بعد قيامة يسوع المسيح يعني بعد اكمال عمل الفداء الكامل هذا اليوم يعتبر ولادة الكنيسة المسيحية الكنيسة ولدت في يوم الخمسين اتنبأوا عنها في العهد القديم اتنبأ عنها الرب يسوع المسيح اتنبأ يحن المعمدان انه المسيح هو اللي راح يعمد بالروح القدس والنار وفعلا هذا التم في يوم الخمسين واصبح هذا يوم منسمي عيد العنصرة عتسيرت اللي هو يعني منحتفل فيه بحلول الروح القدس لكنه اكتر من احتفال بيوم الروح القدس احبائه هو شخص نطلبه ان عطشة احد فليقبل الي ويطلب يعني لازم يكون عندك عطش ولازم يكون عندك طلب وهن مجتمعين في العلية صار شيء سوبر ناتشرال صار شيء خارق جدا الله استخدم اناس عاديون ليقوموا بمهام واعمال خارقة اعمال غير عادية يقيل النبي في صححة اتنين مكتوب اعطي عجائب في السماء وعلى الارض وفي الاصححة التانية احبائي لما امتلقوا من الروح القدس بيتكلم في اية 19 واعطي عجائب في السماء من فوق وايات على الارض من اسفل فاذا عم بيقول رسول بوترس انها تتميم لنبوة يقيل النبي في يوم الخمسين شو السوبر ناتشرال اللي حدث في يوم الخمسين اللي ميز الكنيسة الاولى بتشوف علامات العلامة الاولى مكتوب يعني خليني اقراها ريح هبوب ريح عاصفة يعني ريح عاصفة كأنه ريح هاجة قوية جدا وملأ كل البيت حيث كانوا جلسين فالعلامة الاولى كانت الريح العاصفة العلامة التانية مكتوب وظهرت لهم السنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم العلامة الخارجية اللي شفوها الريح الشديدة وهاي منشوفه كمان حدث مع موسى على جبل سينة في خروج 19 لما أعطى الوصايا وعلى فكرة بتشوفها معقلية لما في ملوك الاول صحاح 19 لما راح لنفس الجبل نفس الجبل شاف نار وريح كمان وزلزلة ريح عاصفة هون أحبائي أنه بوة عم بتتم ألسنة من نار والألسن هاي استقرت لاحظ الكلام استقرت على كل واحد منهم وامتلأ الجميع من الروح القدس علامة الريح وكلمة الريح هي نفس الكلمة العبرية رواخ بتعني كمان ريح ريح وروح هي نفس الكلمة نفس المعنى والنور والنار كمان لها نفس مشتقات الاسم هذه النار هي علامة حضور الله في العهد القديم الله كان يحضر يعني في العليقة المشتعلة في النار اللي نزلت وأكلت المحرقة في أيام إلي النار اللي نزلت في تتشين خيمة الاجتماع والنار اللي نزلت في تتشين الهيكل وعمود النار اللي كان بقود الشعب فمعروف أنه النار ترمز إلى حضور يسوع المسيح ولما بيتكلم سف رؤية الصحاح الأول وصحاح 19 عن يسوع عيناه كلاهيب نار فالنار هي نار التمحيص نار التطهير نار القضاء النار ترمز إلى حضور الله ترمز إلى رهبة الله يعني لما بيكون في نار في مخافة في رهبة في حضور إلهي والنار أيضا هي النار المطهرة نار الروح القدس المطهرة وهذا شيء مهم جدا أحبائي استقرت والعلامة الداخلية أنه الرب أعطاهم ألسنة لاحظ الكلام وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا وعلى ما يبدو أنه طلعوا من العلية وراحوا للمنطقة وكان في جمهور والجمهور كله تحير مثل ما بيقول الكتاب لأن كل واحد كان يسمعهم يتكلمون بلغته يعني هذه الألسة كانت لغات منطوقة وهي اللغات بيسميها بيسمي يعني بقول الكتاب أتر أترى ليس جميع هؤلاء المتكلمين جلليين تعرفوا داما وأنا جاي من الجليل على فكرة روح يبعيد أنت جليلة يعني الجليلة شوي عقله صعب هيك مخه تضرب فيه المصمار يعني بفوت بالحيط وبنفس الوقت مشهورين في البساطة وكان بيتكلموا بلغة عامية يعني واضح من لغتك تظهرك غير أورشالين لغة الفصاحة والتعبير اللي كانت عند يهود أورشالين الجليل لأنه كانوا مختلطين مع الأمم في تلك المنطقة فاللهجة والخلطة كانت اللغة كانت معروفة يعني حتى بطرس عرفوا أنه جليلة من لهجته من لغته فعم بسأله يعني السؤال أترى يعني السؤال ليس جميع هؤلاء المتكلمين جليليين فكيف نسمع هون السبتيج العلم والمنطق والقوة نسمع نحن كل واحد منا لغته التي ولد فيها بيتكلم عن اللغات فرتيون مديون علاميون الساكنين بين النهرين وبيكمل كل أنواع يعني حتى الرومنيون والمستوطنون يهود ودخلاء حتى العرب كانوا موجدين بآخر شعب مكتوب كريتيون اللي جاءوا يعني من جزيرة كريت وعرب نسمعهم يتكلمون قائلين بعضهم بألسنتنا بعظائم الله الجماعة دول جليليين شمعنا كل واحد مننا عم بيتكلموا بس كل واحد عم بيسمع بلغته طبعا هو أرشاليم كانوا بيتكلموا الأرمية والمتثقف كان بيتكلم باليوناني بس هو أنا كل الناس اللي بتخاف الله من يهود ومن أمم حتى من العرب جاءوا إلى أرشاليم لعيد الخمسين كل واحد عم بيسمع بلغته يعني لغته الخاصة يعني تتخيل أنت بتسمع مثلا لغة مصرية بس بلهشتك المصرية أنا بسمع بلغتي بس بلهشت الفلسطينية وهكذا فالأمر كان محير بالنسبة طبعا عم بيحكوا كلام وعم بيفهموا الكلام إنه كل واحد عم بيسمع فالمعجزة هي مش بس معجزة النطق بلغات المعجزة كمان هي معجزة السمع شمعنا عم بيتكلموا هدول الجلليين بس أنا عم بسمع بلغتي وهاي اللغة اللي سمعوها كتير منهم احتاروا جماعة هدول عم بيتكلموا بعظائم الله طبعا العالم كله منخسم إلى قسمين اللي بيكره يسوع واللي بحب يسوع فيش حال ثالث حتى لو شو ما كانت مظاهر التدين اللي بتحدث لكن عدة لغات كل اللي جايين لأورشليم سمعوهن يعني حتى لما بتصل لأعمال رسل صحاح 8 واحد كان موجود من الحبش من اثيوبيا والرب كلم فليبوس اللي يروح يكلمه عن الرب يسوع المسيح لكن لاحظ تستمر يعني الفكرة انه الجماعة اتقسموا تحيروا ارتابوا ما عسى ان يكون هذا عم بيشوفوا اشي سوبر ناتشرال اشي خارق اشي فوق الطبيعة فهون وقف بطرس طب بطرس اللي كان بالعلية اللي كان خايف من اليهود امتلع من الروح القدس وصار عنده قوة نارية وبيتكلم بقول لاحظ الكلام بقول هذا اخستموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلم السابق وبأيدي اثم صلبتموه وقتلتموه الذي اقامه الله ماقدا اوجاع الموت اذ لم يكن ممكنا ان يمسك منه وبعدين مرة تاني بقول نحن شهود لذلك فاذا في جماعة قالوا هذول الجماعة بهزو هذول الجماعة سكرانين بس الجماعة التانيين عندهم منطق طب احنا كل واحد عم نسمع بلغته والنتيجة احبائي ولدت الكنيسة وانضم في هذا اليوم احبائي تلات تلاف شخص مكتوب احبائي فقبلوا كلامه بفرح واعتمدوا وانضم في ذلك اليوم نحو ثلاثة آلاف نفس والكنيسة بدأت تنشر وانتشرت من قرشليم لليهودية للسامرة وصلت للسامريين في اعمال عشرة وصلت لكرنيليوس وصلت للأمم في اعمال 13 عشان تشوفوا دور الروح القدس احبائي في في الكنيسة في اعمال 13 وكان في انطاكيا في الكنيسة هناك انبياء ومعلمون برنابة وسمعان الذي يدعى نيجر ولوكيوس القيرواني ومناين الذي تربع مع هيرودوس رئيس الربع وشاول وبينما هم ذات نفس الاجتماع وبينما هم يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس افرزوا لي برنابة وشاول للعمل الذي دعوتهما اليه فصاموا فهذان ارسلا من الروح القدس انحضروا وابتدأت رحلات بوروس التبشرية يوم الخمسين بالنسبة للنصحيين عيد ولادة الكنيسة عيد حلول الروح القدس عيد الكنيسة اللي ما انتهت حضلها لمجيء الرب يسوع المسيح يمكن انت ولدت مسيح لكن كيف اعرف هل الروح القدس ساكن فيك هل انت فاتر هل في قوة روحية احبائي قل له يا رب تعال فرغني من كل معطل املأني من الروح القدس ويريتني اسمع منك واذا محتاج لصلاة ابعتلنا رسالة ومن فضلك شارك هذه الرسالة وربنا يباركك